تسع فنانين ادمانوا المخدرات فكان السجن مصيرهم اهلا بكم متابعين قناة سيف تريند الشهرة احيانا بتقود لطريق لا رجعت فيه والادمان بيكون احدى تلك الطرق وفي فيديو النهاردة هنرصد لحضراتكم تسع فنانين عانوا من الادمان واصبعوا عرضة للمصحات والمساءلة القانونية اول فنانة معانا هي دينا الشربيني اتهمت الفنانة دينا الشربيني بحيازة المخدرات بنية التعاطي وفي الوقت ده تم تقريمها 10.000 جنيه بعد الحكم اللي اصدرته محكمة جنيات القاهرة عليها وتاني فنان معانا هو الفنان سعيد صالح والاجهزة الامنية القت القبض عليه واضع عام كامل في السجن وتحديدا سجن الحضرة بالاسكندرية بعد ما تم اثبات ان هو كان بتردد على وقر للتعاطي المخدرات عام 1992 تالت فنانة هي مجدة الخطيب في عام 1985 تم سجن وحبس الفنانة الراحلة مجدة الخطيب مدة خمس سنوات بتهم التعاطي المخدرات وربع فنانة معانا هي الفنانة انتصار واللي انضمت مؤخرا لقائمة الفنانين المتورطين في قضايا المخدرات وده بعد ما تمكنت الاجهزة الامنية في الجيزة القاء القبض عليها وهي في حالة سكر وايثناء قيادة سيارتها الملاكي بصحب الثلاثة كويتيين الجنسية وكمان اختركت حظر التجوال والنيابة امرت باخلاء سبيلها بكفالة خمس تلاف جنيه على زمة التحقيقات اما خمس فنان هو الفنان احمد عزمي الفنان احمد عزمي اللي التحك بقائمة المتهمين في تعاطي المخدرات واللي قامت قوات الشرطة بالقاء القبض عليه في مدينة شرم الشيخ وكان معا كمية من المخدرات كان بيقضي اجازة هناك بعد ايام تم اخلاق سبيله بكفالة قدرها الفين جنيه على زمة التحيات اما الفنانة السادسة هي الفنانة الشابة نيفين مندور واللي شاركة الفنان محمد سعد في بطولة فيلم اللي بالي بالك للتهمة نفسها وده بعد القاء القبض عليها برفقة بعض اصدقائها وكان بحوزتها كمية من مخدر الكوكاين بغرض التعاطي وقضت ايام في السجن وبعد كده تم اخلاق سابلها في زمة القضية علشان ما تمش اصدار حكم عليها حتى الان والفنان السابع هو حاتم زلفقار قضى عام كامل في السجن نتيجة اتهامه بنفس التهمة بعد ما تم ضبطه معه مواد مخدرة بقصد التعاطي وطبعا بعد القضية دي بدأت تقل شهرته ولمعان نجوميته وفضل بعيد عن اصدقائه لحد ما توفى سنة 2012 تمن فنان معنا هو فاروق الفشاوي وكان اخر هذه القضايا هو اعتراف الفنان فاروق الفشاوي في احد البرامج التلفزيونية ان هو كان بيود من المخدرات في فترة شبابه ووصف التجربة دي بان هي كانت تجربة صعبة ومريرة تسع فنان معنا والاخير هو جورج واسوف اللي تعرض المطلب جورج واسوف للسجن في السويد بتهمة حيازة مواد مخدرة وده كان قبل ما يتم الافراج عنه من محكمة ستوك هولم في السويد ده كان موضوع حلقتنا النهاردة لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشاهدنا باشتراكك في القناة اشتركوا في القناة